موسيقى سباح الخير اهلا متتابعين ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة موسيقى 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 جميلة موسيقى موسيقى اخر قسمت موسيقى تنجمو تتربيوهم زيدا كي منها كيكا وعملتنا معهم شوية خميرة قاتو وحتيتهم في الفور يتيبو كيما الكيك يتيب كيما الكيك بذبت حاجة بنينة عالاخر وصحية عالاخر تنجمو تحطو زيدا كعبة بنان مهروسة للناس اللي ييكلو الحاجة السكر شوية كيما تشوفو انا ما ما تشلها الصكر خاطر التوابش تشوفو شنوها بش نعمل لها دونك هذي حاجة نجمو تتحقوها كعشاك كفطور الصباح نجمو الزيدا تعوضوا اشوفين بالفيرينة وتعملوها لوليداتكم وهكي كبديد نعطي فيكم في الافكار لفطور الصباح لوليداتكم وهيا بنا نشوفو كيفاش عملت فطور الصباح اليوم عبارة على روتين هكا منتوا نبدأ باش نشد الريتم ونبدأ نعمل في البث التجريبي للدراسة ان شاء الله عودة موفقة لنا الناس الكل كي نقولو بداية سيزون جديدة نقولو لازم ننقيو اجسامنا وخلي ومي حطو في شوية قارس ولا شوية خل الهنا عندي لازل بيو هذية وان شاء الله في الاسبوع هذية باش نوريكم منتوا جيت جديدة وبنينا بنينا على الاخر ومغذية على الاخر وصحية على الاخر هذي هي التورتة ولا الكيك متاع التفاح بدون فيرينة بدون حتى غلوتين معناها طريقة صحية على الاخر كي من هكا وعمت له منه العسل وباش نحط القرفة القرفة نعرفو اللي يتعدل السكر على الاخر والزيدة منقي للجسم يمكن بش تشريو بيه زبدة ومعجون تنجمو تشريو بيه شوية زوزاء وشوية بذور اشياء وتحطوها على خبز انتقرال وتنجمو تكلوه السباح راهو مفيدة على الاخر على الاخر ان شاء الله نسا احدوما اجبوكم وان شاء الله طريقة تقديم الفطور السباح بطريقة صحية را قتلكم وتجربوهم دون تخذيت اللي هنا بعد ما عملت شوية زوزاء اللي تساعد برشا في الذاكرة سوختو كبرنا هنا توا شوية اوليدنا زيدا تساعدهم في الدراسة حتيت بدور اشياء التاي اللي هنا عملت كي ما شفته التاي اخضر عادي وباش نضيف له النعناع اللي فريمو يساعد في الفصل هذية دولي ديتكم وللنايس الكلا كي ما التاي اذا تنجمو تنكروه باي نكهة موسيقى موسيقى وهكي كيفيقوا عائلتي وولديتي يلقاوا للفطور هذي بينسيروا نقوموا بكري نحاولوا باش نعدلوا منطوى الأوقات متانوا ممتاحوا متلفقان هذيك البنكيك الروتين اللي قبل زيد عملت لهم تاولا ان شاء الله هكي نلقى تفاعل منكم تاول نعود كل يوم نهبت لكم هكي روتين صباحي كيفيش قادة نعود روحي ولي ديتي على ريتم تا القرية جديد هكي يكي نفتور اسباح عادي نصور كل دار شنوة تنجم تعمل المهم اللي ثم المشروب هذيك متع تيم متع فيزيون متع معناها باش ينقل أجسام متاحهم من العادات الجديدة ولا من الحاجات اللي فقت بهم توا في حياتي اللي انسانكي قد برشة في الدار يدخل في حالة اكتئاب كبيرة ويمكن حتى نفسي توتدمر مش مهم يبدأ عندك فلوس باش تخرج ومش مهم تمشي لأي بلاصة باش تشري وزيدا مش مهم كل مرة باش تقول لديك هاي نخرج وهما ما يحبوش خاطر يحبو يلعبو خاطر ما نعرش الحاجات القواعد زي ذا اللي مش نعود نحطها الروحي هو اللي نهارت لحد والنهارت السبت يزيبني نخرج سعتين ليينة مش مش نمشي نعمل اللي كوخ سمتاعي مش نمشي نشري سبيزل مش ناكلها اما حاجات ليينة مش نمشي لخاطري اينا دون كينا من الحاجات اللي وليت مو دبنا عليها هو اكسيون بعد لكي ودمنتها لأكسيون بوسك هو قريب لهنا ونهارت لحد تبدأ البرتية هذي كم نمشي ولها مفميش سيركولاسيون قلت خليني نمشي الاكسيون نعم في دورة وكي ما وعدتكم وان شاء الله بيش تلقاوها ديما هذي في الفيديو متاعي جديد متاع اكسيون دونك احنا قلنا نمشي كما وردكم ما عرفت نقصني لحقيقة منظمات للبرويت متاع ولادي قلت خليني نمشي ولكلوار زي ذا طوي في الروتين جماع هذي نوريه لكم كيفاش بدلت الكلوار نقصني فيه منظمات قلت نمشي نشوف نلقاش شوية منظمات هكا نشريهم سخطو الحقيقة هوني في تاليا المنظمات اللي في اكسيون فرق بعيد هما والمنظمات اللي نلقاوهم في لسوبر مركاتو الاخرين دونك نخليكم مع دورة هذية ونعود نقول لكم راو اكسيون فريمون افارة فارة كبير جينا هوني في تاليا ان شاء الله رب يفرج علينا النيسي لكلها هكا نلقاو شوية فلوس توا بعد ازمة صغار تتحل ان شاء الله رب يحلها في وجهي ووجهكم البيبين وحاجة بش نقول هيكم لهنا فريمون فريمون والله ايطاليا والتي تسعيب على الاخر خطر هالفاكسن تصوروا واحد بش يمشي لي بلاسة بش يشرب حتى قهوة يلزم عندو باكل غريم باس هذيكا نجم تدخل حتى البلاسة كين ميكش ملقى حدو دوز معنيها اه الحق انا عملت لكم الروتين هذية وبعد ما صارت عركة مهي عركة في الدار انو راجلي على تلقيح والدي بالحق كنت رافضة من اه اه 14 سنين راهم مزيلوا صغارين الحقيقة بش يلقحوا مزيلوا ديجار جسمهم في حالة اضطراب وزيدوا يزدربهم هما بالفاكسن الله غالب اما في الاخير مشي اه سينو بشو قد يقرالي في الدار ولا بشو قد يعمل للطنبوني ثلاثة مرات في الجمعة اه اربح هرهين هوا ولا منا على الشيء ترى عطينا عن مضض ولقحوا اللي ديو طوالة بيس وكاهاو اه الحقيقة ها ماشي الهنى هذو ما الاخت المرفيق تسالتني يعني هما هوكم موجودين في اكسيون وريتهم لك وهذو ما هما بلاسك اللي فهم برشها كي قالوا لي نباتات ومنين شي تاكل حاجات ومحليهم كي وريتكم دورة في في السالون هاوني عاودت وريت وريتهم لكم هذو ما اللي بلاتول وحزادة فمشكوا نسئلني عليهم اه هذو ما هما اللي تراو فيهم عند النيس الكل كي ما نعاود نقول موجودين عند النيس الكل وتحسبوا فيهم انتوما اه 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 ولا حقي غراء والسومة متاحهم تنجموا تشريوا انتوما الكل مهم تارفوا البلاسة فين كي ما قلت لكم المرة الفيتت اه ونعاود نجيوا بالاخت اللي قتلي زا ما مشو اليوتيوب يزم دارك بيه او دارك واع وعندك فلوس باش كل مرة تشري حاجة جديدة باش نو نو والله نو مشاكيك خاطر نعاود نقول لكم لبنات الحاجات اللي تراو فيهم عند النيس الكل سبه هما ما يقول لكم شو بقديش ومنين ما حاجات رمبسطين ونس كلت نجم تجيبهم غش بركة البلاسة ومنين اذاك علش انا ان شاء الله باش نعود ديما نعملكم هالروتينة ذاي باش نوريكم الحاجات منين. دونك جيت هن اللي هنا ريبرتم تعل متعل 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 من منظمات اه بيه بيه هكا معنا فيه فيه من تشري هكا شيت شوية منظماتين اللي كوجينا كل شي وروحنا واحنا مروحين وكشتي هكا تسب عليك محلى هكا كل شي ما ننقذبش عليكم انا الحمد لله يا ربي بعد اتعب السنين ولي ديتي كبروا مرات يحبوا يخجوا مرات ميحبوش يخجوا كي ميحبوش يخجوا نخليهم في الدار نهارة لحد زاده هما يعملوا الحاجات اللي اه حبوهم المهم انا نهارة لحد اذاكا يكون ملكي ومال حاجات اللي زادة عملتهم قبل وتعلمتهم ونعلمهم لكم كي تعرف انتي باش تاخد نهارة لحد اللي كنتي اذاكا يزمك تكون عندك تحضيرات مصابقة كما تشوفوا انا نهارة سبت في الليل اعملت الصوس متاع اللازانيا هذية خطر قطيك مرايين لقاحها وليت نيرش فيه معنا هو يحب اللازاني على قلت خليني نعملو اللازاني هكا نسكتو شوية هكا وننسيها وجاءت تلقيح اه كي ما تشوفو هكاية عملت الصوس الحمافروم ومعها صوس طماطم اه بالصوس طماطم عادية كي مقارونا ميت جاي جارية شوية ونعمل الكعبات نيين راهم شريوهم اللي بالعظم اللبنية اذاكم فيه ساعة تيبو والصوس تكون هكا جارية شوية ما مشي جارية ماء معناه جارية شوية خطر انا نحط فيها ما نحطش معناه نحط كي ما تشوفو مش تبقى بتبقى تبقى هذيك ونحط فيه شوية بشاميل خطر فيه راسما يكلش الحم ماء يكل مقارونا بالبيشاميل تونك انا تفهمتوني الناحي اللي بالحم وخليلو البارتيه اللي بالبيشاميل بمعنى انك انتي تحب تكثر فيها البشاميل بشاميل ولا تحب تكثر فيها الصوص اتمت هذي هي توا بعد باش نحطها في الفور كي ما تشوفوا روحت اه معناها تعمل برنامج منهار لحد باش انتي كيتو خرج نهار لحد ونهار سبت تختار نهار اللي يكون اه اللي كنتي خصيص اللي كنتي باش تجدد طاقتك باش تنجم تعطي باش تنجم تاخذ باش تشوف الناس تشوف اشنوات عشنوات مش وطال مش بضرورة لبنيت باش تشري ولا مش بضرورة معناها باش باش كل ما انا نمشي نعمل دورة باش نوريكم مشتريات ولا نقول لكم راني شريت معنا هنو مرات تشري صندوق مرات تشري مغرفتين حكيكرا هي هذي هي العلشة الواقعية اخلاف هذيكرا ومجرد كي ما قلتكم المر فتت بها رجوكا هاو دونك هذي هي اللي نعرفو هك نهار تلحد مع الهكاية مع الستة هذي العشاية عملناه بوسك روحتو كل شي نهار افترنا ماخر وطاعشينا بكري هكاية وهذي هي جبت ساشي متاع القادلي من العسبان اذاكا وبوسك هو فيه برغل والبرغل هذيك حاتيتو فيه وتجمر شوية معناها حاتيتو مع زوزكي سينما تجمر شوية وقعد هكيكا محلي هاجي معناها برغل بالعسبان يهب ليهب على الاخر اللي بنت موجود في القناة وهذي هو معناها الطبق الرئيسي كل مرة هكي نعطيكم وصفة هذي هي اللزانية ما غير تعب ما غير شقاء ما غير حدا شي وهكاية كان انهار تلحد عملت فيه كل شي هكا زيدا افترنا مع العشاية وكها وباش واحد يقعد يهضم في العشاية وبعد يقعد زيدا يعمل كويس تيزانة وكويس هكا تاي ومعناها وينظم روحه وليشوف شنوه نيقصه وشنوه زيده ودونك هذي هو الروتين اللي حبيت انواريهوكم اليوم نهارت لحد هكا باش نعود ناخذ فيه حاجات الروحي كسوانو خرج كسوانا نتلهي بروحي ليهينا ليهينا نكون ليهينا وسخطو نخرج خطر في ريمان كي جيتني لحالة متاع الاكتئاب حاسيت في ريمان اللي قد ما تخرج قد ما تشوف الدنيا تشوف البيهي تشوف الخايب تشوف الدنيا البره قد ما يمكن تفيق هكا ولا تحمد ربي ولا تقول ليه مكرنيش معناها تقزمت بالدرجة حاسي العالم الخارجي مهم برشا في الحياة متاعنا هدا كهوة البنات شنو ما بش نصحكم خليوا خذوا وقت شوي لروحكم مهما كان عمر ولدكم ارى ومهما كانت نجم تخليهم عند ابوهم وانتي تخرج حتى دورة تعمل قهوة واحدك تمشي تساحبتك اااا ما ما عالش المهم اليوم ازنك تاخذ قرار انتي وتبدل مريت اللي كان وصلك كما معناه نتصور اللبنية الكل راح فيه متأزمين وكل شيء كان وصلك كما احنا نقوله الطريق مزدود لازم تغير من نمط متاع الحياة متاعك هذي هي ان شاء الله عجبتكم ادبارة اليوم هذي البرغ بالعصبين على طريقتي موجود في القناة اللبنية زيدا كنت حبوا قولوا لي تنحطيكم اليام واللزانيا زيدا عملت هيكم بالتفصيل هكية نهارت لحد كيفاش قذيتو ان شاء الله هكا اللبنية تتعاودوا هكا كما نقوله وحنا تعملوا روتين جديد في حياتكم باش تنجموا تقوموا بوجي بيتكم توجه العائلة وما تنسيوش زيدا ارواحكم وقعت هكا قلت لكم بوسك قعت لي وقت وكل شيء قلت وحنا تعدينا قضينا شوية قلت دونك خليني نعمل شوية بسيسة ونستعد من الناحية الغذائية للمدرسة ان شاء الله باشتراوها معايا في الحلقات الجاية اهوك هذية اللبسيسة امتع الشعير عملتها معكم برشا مرات شعير شوفين ولوز وبفريوة وبسبيس وبسبيس وحب التحليوة هذو ما هم الموجودين بريسك في التالي وهذو ما هم اللي نعملهم انا وكهو المرفيت زي عملت فيها الخروبة ما ملقيتش بوسك ممشيتش للسوق هذي هي البسيسة وهذي هي الماكينة اللي ترحي البسيسة اللي الاخت اللي تقلتني عليها المرفيت تراهي ايفيكاس ايفيكاس على الاخر كيما ما كنت كيما ما كنت البيتزا وفريمون كل مرة نحاول باش نشر الحاجات اللي ترتحني اللي تحفظ لي على صحتي اللي ترتحني في الروتين متاعي اللي تخلي عندي وقت وليا ولولي داتي هكا هي رحيت البسيسة وتوى مقالة كان انقول لكم ان شاء الله يا ربي هكا فادوكم المعلومات الكلة كنت حبو حاجة بالتدقيق التدقيق معنيكم اللي تخلي لكم وطير حلو كيفكم وان شاء الله وينا نحاول نركز على السؤال هذيكا وفي الحلقات الجاية ونعطيه لكم دونك هذي هو كين فلوك نهارت لحد وهذي هيكا كين تهربت نهارت لحد وهذي هو الحاجات اللي قاعدة نعود فيهم على روحي هكاية باش نجم نواصل عام كامل من القرية وعام كامل من المسؤولية الكبيرة سوفتو أنا اللي جايتني سنة ان شاء الله عام صعيب بوسك ولادي في معني هذو السنوات صعب على الاخر ان شاء الله هكا نكون قد المسؤولية وان شاء الله هكا الرتم هذي حاول باش يغير لنفستي ويبدلي الجو امتعي ونرقى خير وما قال يكي نقول لكم بسلمة لبنية ان شاء الله في فيديو جاي يكون حماسي تحفيزي وما بعدنا ان شاء الله تكبر القناة نعرف اللي هكا ويقفين معايا وان شاء الله قناتنا تكبر موضحة الهدفة